31 وطيقة لإداع ملف طلب التقاعد بالجزائر السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد إذن ستشرع مديريات التربية للولايات في استقبال ملفات تتكون من 31 وطيقة تخص المستخدمين الرغبين في الإحالة على التقاعد فيما سيستفيد الرغبون في مواصلة العمل من تمديد لمدة خمس سنوات وأشارت مديريات التربية للولايات إلى أن قرار الخروج في التقاعد يخص فئة الموظفين والعمال الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد في 31 أوت المقبل وهي السن ستون سنة للرجال وخمسة وخمسون سنة للنساء وحسب نفس المصدر فإن الرغبين في الإحالة على التقاعد مطالبون بإداء ملفاتهم الوراقية على مستوى مكاتب المعاشات والتقاعد والمنازعات للاستفادة من التقاعد مع حلول شهر سبتمبر المقبل تزامناً مع الدخول المدرسي 2023-2024 وبخصوص المستخدمين الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد واختاروا إرادياً مواصلة نشاطهم وعملهم بصفة عادية أكدت نفس المصالح أنه يمكن لهم الاستفادة من الإجراء القانوني والمتعلق بالتمديد في سنوات العمل في حدود خمس سنوات إضافية واشترطت أيضاً مديريات التربية في هذا الشأن التزام المعنيين بعدم التراجع عن قرارهم بمواصلة العمل على اعتبار أن عمليات الإحالة على التقاعد تتبعها عدة إجراءات إدارية وصنظيمية تتمثل في ضبط وحصر المناصب الشغيرة في كل رتبة والسلك بدقة مع المصالح المركزية بالوزارة الوصية والعمل على استغلالها بشكل عقلاني سواء تعلق الأمر بمناصب مالية بيداغوجية أو إدارية وفي نفس السياق أوضحت نفس المصادر بأن أغلب الموظفين من الإداريين هم من يرغبون عادة في استكمال مسيرتهم المهنية بدون توقف بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد عكس السلك البيداغوجي حيث يرفض أغلب منتسبيه تمديد في سنوات عملهم وبخصوص الوتائق المطلوبة في التقاعد لفتت مصادرنا إلى أن مصالح الموظفين من خلال مكاتب المعاشات والتقاعد والمنازعات ببعض مديريات التربية للولايات قد أدرجت وثائق جديدة وكثيرة لم تكن موجودة في السابق والتي وصفها موظفون بالمتقل جدا ووفق نفس المصدر فإن هذه الوتائق الجديدة تتمثل في قرار الديمومة قرار العودة من الانتداب قرار الانتداب بالمجالس البلدية أو الولائية شهادة العمل بالنسبة خلال فترة الانتداب بالمجالس البلدية أو الولائية قرار الأخذ بالتكفل قرار العودة من الاستداع قرار العودة من الخدمة الوطنية قرار الوضع في حال الخدمة الوطنية قرارات الترقية في الرتب خلال المصار المهني وأول قرار ترسيم أو تثبيت وأضافت مصادر أنه قبل استحداث أرضية الرقمية كان الموظف مطالبا بإحضار مجموعة وتائق قاعدية وأساسية أبرزها محضر التنصيب الأول عند الالتحاق بالمنصب ووثيقة مجمل الخدمات التي توضح وتبرز المصار المهني للمعنى بالأمر وهذا منذ التحاقه بالوظيفة على اعتبار أن الموظف قد يكون قد عمل في قطاعات أخرى وفي هذه الحالة هو ملزم أيضا بتقديم شهادات عمل تثبت أداءه الوظيفي في مؤسسات أخرى وهذا من جل احتسابها في التقاعد ترجمة نانسي قنقر